يا ولاد يا بنات يا بنات يا ولاد أنا مرمر شكر عندي معايت يا صباح الفل والهنى والسرور عليكم أصحابنا اللي بتفرجوا علينا دلوقتي بنات وولاد وولاد وبنات وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الجميلة بنات وولاد ويلا نبتدي مع بعض أول فقرة من فقراتنا معايا سكر النهاردة والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي 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 هو الاعتماد على النفس أنا حب كل واحد يعتمد على نفسي والأطفال تعتمد على نفسها صباح الخير يا سكر صباح الفل يا مرمر إيه بقى رأيك يا سكر في موضوع حلقتنا بتاعت النهاردة الاعتماد على النفس يا نور أبيض يا نور أبيض ده موضوع حلوة خالص خالص وأنا أصل لنا أصل لنا بحب أعتمد على نفسي برافو برافو طب يلا بقى فرحينا وقللنا بقى يعني مغامراتك في الاعتماد على النفس أكيد بقى هتقولنا حاجة حلوة أو نفرح بيها وأطفالنا الحلوين يا ألودوك يا سكر قللنا بقى ويقررت مباروها أني لازم أعتمد على النفسي عظيم وعندي وصفة هيلة جدا جدا فلا أعتمد على النفسي يا مرمر جميل إيه بقى عملت إيه بما أني خلصة العيدة جاي بعد كم يوم يعني كده قلت أنا لازم أحوش وأجب لنفسي فستان العيد وأعتمد على نفسي بقى وأحوش من مصروفي عظيم ده كلام جميل جدا وأنا مبسوطة بيتي جدا عملت إيه بقى أعمل جمعية جمعية سكرت عملي جمعية تعودي يعني أنت بقى وأصحابك ولا أنت والأسرة بتاعتك بقى ماما وبابا أيوة جمعية ستة أفرات جدو وتيتة وبابا وماما وأختي الكبيرة وأخي الكبيرة إيه دا لأ سانية واحدة دولة ستة وأنت بتقولي جمعية بيك يا سكر تبقي سبعة بقى من ستة لأ ليه هم ستة وأنا اللي عملة للجمعية لأ مش فاهمة سكر أنا اللي فاهمها عن الجمعية أن يعني يعني سكر الجمعية عدد الأفراد اللي أنت قلتهم زائد أنت يبقوا سبعة لأ يا مرمر لأ أنت فاهمة غلطة مين اللي عليك ليه كلام اللي غلط ده سوريا مرمر يعني أنت فاهمة نظام الجمعية غلطة معلش بقى أم يعني ستة بيدخلوا الجمعية وبيتفعلوا فلوس وأنا بقى بما أني أنا اللي عملة للجمعية دي يبقى أنا أقبضها اللي أول علشان أنا اللي عايزة أجيب الفوستان أوه أنت اللي تجيب الفوستان طيب أنا يعني بصراحة أنت لغبطيني أنا يعني أنا اللي فاهمة غلطة أنا أنا مش فاهمة حاجة أنت لغبطيني كل معلوماتي عايزة تعملي الجمعية علشان تجيب الفوستان طب بعد ما تجيب الفوستان هيحصل إيه؟ هيحصل في الجمعية؟ هيحصل بقى يا مرمرة خلص مهيل لما أخذ الفلوس الجمعية هتخلص وأخلص بس كده أوه ممكن بقى لو قررت أشتري حاجة تاني أقول لهم ونعمل جمعية جديدة بقى علشان أشتري حاجات جديدة وأعتمد على نفسي برضو تاني وتعمل جمعية تانية وأنت كده مقتنعة أو أنت كده معتبت على نفطك يا سكر؟ أكيد لا يا سكر أنت يعني أنا مش عارف يا حبيبتي أنت بتدخل الجمعيات أنت ما بتقبضيش أنت بتدخل الجمعيات بإدراعك يعني هما اللي بيحوسوا وبيدفعوا وانت اللي بتقبضي عجاز إزاي يعني يا مرمرة مش أنا اللي اقترحت فكرة أنهم يعملوا للجمعية؟ دا في حد ذاته أعتمد على النفس يعني أنت بتاخدي حق الاقتراح بتاعك حق الاختراع صح؟ أما لإيه؟ وأشتري بقى الفوستاني لأنا أخطرهم يا نهرب يا أنت لغبطي ليه بس يا مرمرة ما أنا أوبش أراح لك وأنت مش مركزة خالصة معي لا بس صراحة يا سكر أنت لغبطيني ولغبطي كل معلوماتي سكر مش جي الجمعية الجمعية يعني كنت تدخلي كمان فرض مش أنت تاخدي بينهم وخلاص وبعدين قررت أن انت كده اعتمدت على نفسك هما يدفعوا الفلوس الجمعية وانت تاخد الفلوس تشيري بيهم من فوستان وتعتمد على نفسك صح؟ برافو يا سكر الحقيقة سكر بتعتمد على نفسها جامد جدا بصوا يا معا إحنا مش هنقلت سكر إحنا نعتمد على نفسنا نعتمد على نفسنا كويس جدا عايزين نخشي جمعيات نخشي جمعيات ومالوا بس نبقى فرد من أفراد الجمعية ومنحط فلوس مش زي سكر الأستاذة بابا وماما يدفعوا الفلوس وهي تشيري الفوستان على راحتها وتقول اعتمدت على نفسي يا رب ما نعملش زي سكر ونعتمد على نفسينا بجد ونحوش ونحوش من مصرفنا اللي بابا وماما بيدهولنا ونديب الحاجات اللي إحنا عايزينها علشان نحسس بابي ومامي إن إحنا فعلا كبار وقدرنا نعتمد على نفسنا يلا كل واحد يعتمد على نفسه ويشوف هو بيعتمد على نفسه وإيه ويقعد يفكر مع نفسه ومنعملش زي سكر والجمعية الخطيرة بتاعت سكر خلصت الفقرة بتاعت مرمر وسكر ويلا نسيب سكر دلوقتي ونجري على المسابقات بتاعتنا علشان عندنا مسابقات حلوة قوي 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 هتعجبكم النهاردة يلا بينا وصلنا لفقرة المسابقات وفقرة اللعب اللي أنا بحبها جدا وبحب ألعب قوي 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 النهاردة المسابقة بتاعتنا معينا فريق الولاد معينا مين ياسين واو ياسين ومعينا مين في فريق البنات جوايرية معينا جوايرية في فريق البنات المسابقة ما بين ياسين وجوايرية مسابقة صعبة قوي 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 يا جماعة مين فينا بيحبش البلالين كلنا نحب البلالين طيب المسابعة شوفوا بقى المسابعة بقى قوية قوي شوف من أقوى البنات و للولاد المسابعة نحنا نمسك البلونة تمام و تعرفت نفخوا البلالين واريني كده واريني كده واشطرين المسابعة هنعمل بقى بصوا معاي بص يا سين احنا نمسك البلونة دي مش هنمسكها باقدينة خالص هنحط البلونة جوه تمام وننفق ونحطها هنا ونحطها هنا اوكي وهنشوف مين أشتر واحد جمع الكوبيات فوق بعض ديها متفقين عرفت يا جوائرها اللعبة اه تعرفت لعبيها هتعرفت لعبها يا سين انا نفضيلك كده علشان ايه نشوفك يلا وانت كمان نفضيلك هنا ويلا نبدأ اللعب نبدأ التايم نبتدي يلا حط حط البلونة بتاعتك حط البلونة بتاعتك يلا حنشوف مين اللي هي ها ايو برافو 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 يا سين شاتر 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 جوائرية برافو يلا وانفخ ايو انفخ ها ها برافو برافو شو جوائرية برافو برافو يا سين والله يا سينت العيشات انا كنت في فترة سغنطوت خالص برافو ها يلا وليه برافو يا جوائرية يلا ده انت شاطرة جدا والله يلا يلا التايم هيخطف مين هيخلص الاول يلا غيرها 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 بسرع يلا البنات ولا الولاد شاطرة شاطر يا جوائرية شاطر يا ياسين برافو جدا حبيبي اكسلنت اننا بصراحة البنات والولاد شاطرين في اللعبة ديه يلا جوائرية عربة تخلص بس انا اعتقد ان عدد الكوبات عند ياسين اكتر هنشوف احنا هنعمل بالعدد مش بال مش بمين يخلص ها برافو 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 يا جوائرية يلا اوما جوائرية تخلص يبقى الجيم خلص طب خلصنا الجيم بتاعنا وكانوا بصراحة من قبل ما عد ياسين هيل جدا وجوائرية هيلة جدا 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 بس تعالوا نشوف مين كان اسرع ومين لما عدد الكوبات اسرع رجل بس اتنين اشوف واحد تعلوا فعدوا يلا اقولوا معي اتنين تلاتة اربع خمسة ستة سبعة دي كانوا مع بعض تمانية تسعة عشرة حداشرة تعالوا نشوف ياسين عمل ايه يلا عدوا بقى ما يمتطعلي يلا ياسين يادي ما يمتطعلي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر ياسين اللي كسب معقولة تعال يا سين كسولة معقولة وزوائرية كمان كسبت على فكرة جوائرية كمان كسبانة لان فيه كبايتين كانوا بعض يعني هما يعتبروا تساوي اتناشر واثناشر انا مبسوطة بيكم اه تبغطيهم بقى جوائرية تعالوا انا مبسوطة بيكم عجبتكم اللعبة اه حلوة حلوة لعبت الكبايات والبالونات انت على فكرة بلقطة شاطرين جدا وحلوين قوي خلاص تيجوا بقى نخلص الفقرة بتاعتنا دي ونروح الفقرة اللي بعديها نلعب لعبة من لعبة بينجو ناي طب يلا نقول فاصل ونرجع نلعب مع بينجو باي هقول حواديت وعمل لعبايا فيها خبايا وفيها مزايا معانا دلوقتي لعبة بينجو اللي هنلعب بيها وهنبسط جامل جدا معانا البونسينج جوانتي بابلز هو عبارة عن ايه الجوانتي ده ده عبارة عن جوانتي منلبسه في ادينا واللعبة عبارة عن بابلز لعبة لعبة البابلز دي لعبة كلها حماس ومنافسة ما بين الفريق او ما بين الاطفال مع بعضيها هيخلينا نتنطط ونلعب كتير جدا سواء في البيت سواء في الجنينة سواء في النادي البابلز هيبقى الطفل اللي هيحط بابلز في ايده بالجوانتي وهيقدر ينططها على ايده من غير ما تفرقع هو اللي هيبقى كسبان جوانتي البابلز عايز اقول انه هو اولا بيعمل احنا منقدر نعمل بابلز كتير بيها البابلز او الجوانتيات متلونة ومصممة مصممة على ايد الطفل وعلى قد ايده المجموعة فيها عبارة عن ازازة ازازة السائل اللي بيعمل منه البابلز عبارة عن ابنين جوانتي وكمان عندنا القلبة اللي منحط فيها او الطبق اللي منحط فيه البابلز جوانتي البابلز من بينكو امن 100% على الاطفال والسائل كمان امن جدا جدا على برشة الاطفال وعلى صحتهم وخالي من اي مواد كيميائية وعليه علامة الجودة اللي هي EN71 علامة الجودة للمواصفات الاوروبية والعالمية بينجو الهوتلاين بتاعنا ساعتاشر تمانية خمسة تمانية تقدروا تروحوا بنجو تشتروا اللعبة بنفسك من اي مكان بيبيع بنجو تقدروا كمان تزوروا موقعهم بنجو توتايز علشان تقدر توصل لكم لحد البيت الالعاب بتاعتهم تقدر توصل لحد البيت في اي مكان في مصر تعالوا نشوفوا اللعبة بقى بتتلعب ازاي عبارة عن لعبة لطيفة جدا جدا احنا معانا اهو السائل فتحينه تمام والاطفال اللي حيومين نبسين الجوانتيات وريمون الجوانتيات بتاعتكم جميلة دي جدا ومنحط السائل في الازازة اهو حطناها عفلنا الازازة ومنبدأ نعمل البابلز انا هعمل لكم البابلز اوكي وانتو اللي هينططها من غير ما يفرقها هيبقى هو الكسبان يلا بينا نلعب يلا بينا تعالى بقى في النص كده وانت ايه ميني وشمالي تعالي هنا كده يا جوائرية ويلا نلعب يلا يا سين بشرعة برافو برافو يلا 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 برافو يلا تاني يلا تاني يلا برافو 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 بسرعة بسرعة ياسين شاطر ياسين برافو ايوا 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 اي دي عبا يلا يلا شاطرين شاطرين عمل ماما يلعبوا بقى خلصة اللعبة بتاعتنا وخلصة بنجو بسيء بنجو وفاي يا ولاد يا بناد يا بناد يا ولاد انا مرمر جبقر عندي معادي عندي معادي وصلنا لفاقرة المطبخ وفاقرة هم المامو هنعمل حاجة حلوة جدا الاصفال اعتقد كلهم بيحبوها بس قبل ما نبدأ الاكلة بتاعتنا تعالوا نشوفوا همته جايبالنا ايه همته جايبالنا النهاردة هولو دروبس هولو دروبس دي عبارة عن بومبون بومبون زي ما احنا شايفين ده بومبون فليبوس كثيرة جدا عندنا بومبونة التتوت وال Killer والبورتوان بومبون فليبوس كثيرة جدا وطعام حل وقوي قوي وأريد برضو اكيد انها امينة و المواد المصنوعة منها هي مواد استمينة جدا للاطفال هذه كانت هداية همته النهاردة في الحلقة لنا وعشان ان نعرف كل منتجات همته ونعرف أكتر زوروا موقعهم على الفيسبوك علشان تعرفوا كل منتجات همتو تعالوا نهاردة نعمل حاجة حلوة قوي نعمل كيكة وهنحط حاجات عليها من منتجات همتو برضو هنشوف بعد ما نعمل الكيكة نقدر نحط عليها إيه بس كالعادة يا جوائرية ويا سين ركز معايا سيبك من همتو الوقت بلعب هناك ده مامي دايما بتنسى تجيب حاجات مامي عايزة تعمل كيكة إحنا نهاردة هنعمل كيكة ومامي نسي تجيب أدوات الكيكة فطبعا هنضطر إن نندي الجوائرية السبب بتاعنا وندي اليسين السبب بتاعنا ونقول بسرعة 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 في خلال دقيقة أو دقيقة أو نص عشان هما زغنانين شوية يفكروا نشوف مين هيبقى شاطر ويجيب حاجات الكيكة بسرعة نروح يشابه الماركت نشير حاجات الكيكة يلا 5,4,3,2,1 نروح الكوشك بتاعك اهو وانت الكوشك بتاعك اهو يلا انزلي انزل من الكرسي يا ترى الكوشك منجيب ايه في الكيكة ها يا ياسين فكر انت جوائرية منجيب ايه يلا فكر يا ياسين وعبال طبعا هما يفكروا كان هاده انا هعود اضوء بمبون اللي بهتطوط عشان بحب بتاعمل طو ¿ى شاط يا صنعت اياه اصدع يلا أبل مجدية تخلص وانت بتلعب بتعمل ايه ها 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 um يا ترى صاحبنا اللي بتفرجوا علينا دلوقتي اللي فكروا الكيكة بتتعمل بايه كيكة بتاعتنا اللي موامي بتعملها بنعملها بايه حاجات صعبة ولا لأ يلا يلا يا ياسين بسرعة الكيكة بنعمل ايه بنحط دقيق سكر مثلا ملح بطيخ كانتولوب فلفل فلفل اسود مثلا بنحط فلفل اسود لمون ممكن نعمل الكيكة بالطماطم ќه يلا ديها خلصت ولا لسه يلا احنا وصلنا العشرة عشر تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة اتنين خلاص يطين بيخلص يا جماعة واحد ست خلاص تعالى خلصة المسابقة خلصة تعالى أهلاً أهلاً وشهلاً جوائرية يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً ده أنت صرفت كل المصاريح ده أنت صرفت الدنيا ده أنت بقى طرق الدنيا يلاً أيوة نشوف بقى الأستاذ ياسين جاب لنا إيه هو وجوائرية وماما هتعمل كيكة ولا لا طيب نشوف ياسين جاب لنا دقيق صح ياسين صح جاب دقيق طيب نشوف نشوف الأول واحدة واحدة نجاب لنا لبن برافو نعمل كيك باللبن تمام جاب لنا زيت لأ أنت شاطر لأ لأ ياسين شاطر جداً جداً وجاب الزيت هو فينا قصة وحاجات كتير تانية بس يعني مبدئياً ده برافو عليه تعالى نشوفها إيه انت صرفت فلوسي كلها صح؟ جابت زيت أوكي برافو موافقين جابت بيت صح؟ ما جبتش بيت جبتش بيت إحنا منحط بيت في الكيكة جابت لبن برافو لبن جابت جبنة لا مش منحط لبن جبنة في الـ دي غلط جابت سكر برافو جابت سكر جابت خل جوائريها تعمل الكيكة بالخل لا جوائريها إحنا منحطش خل على كيكة دولة اتنين غلط خالص جداً طب ناقصنا ناقصنا إيه بقى تاني ناقصنا إيه يا جماعة ناقصنا إيه مش هجتهوش إحنا إيه بيت حاجات نزيلنا عليها الكيكة بيت أيوة برافو انت صح وإحنا هنزيل الكيكة دلوقتي عندنا زيت آآ بيت لبن سكر دقيق وفيه طبعاً بانيليا برضو هم مش هيعرفوها فيه حاجة اسمها بانيليا وبايكينج باودر أوكي علشان بتخلي الفانيليا بتعمل إيه في الكيكة إيه طبعاً انت متعرفوش يعني إيه فانيليا صح الفانيليا دي بتدي طعم حلو قوي للكيكة بتخلي طعمها جميل البيكينج باودر اسمه بيعمل إيه في الكيكة انت ملاقش دعوة انت بتاكل الكيكة بس يا سين صح البيكينج باودر بيخلي الكيكة تنفش زي كده هي اللي بتخلي الكيكة تنفش يبقى معلومة النهاردة إن في حاجة اسمها بانيليا وفي حاجة اسمها بيكينج باودر عملنا الكيكة وخلصناها وبقت جميلة وعملناها كده باب إحنا ممكن نعمل بقى إيه نروح لهمتو نقولهم نخبط عليهم نقولهم لما سمحتوا يا همتو عايزين نزين الكيكة بتاعتنا همتو قالينا طبعاً طبعاً تحت أمركم يا السلام إحنا عندنا شوكولاتة جميلة اسمها زلزة كريم ممكن نزين بيها الكيكة بتاعتنا استانينا ما نفتحها سوف الزلزة كريم زي مجويرية قالي انت بتحبي تاكل كيكة سادة ولا متزينة أهو اللي اثنين الله طبعاً أنا هزاقة يعني بعمل أي حاجة الوقت كده أهو ممكن نعمل نزين بيها وعندنا كمان حاجة جميلة برضو همتو ممكن نخبط علي همتو اسمها أول بوند دي عبارة أول بوند ده إيه لقى حاجة برضو لطيفة جداً منتزين بيها طبعاً أنا مش معايا سكينة لو معايا سكينة زين 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 برافو وممكن إيه نزين بيها الكيكة نعملها كده دلوقت ياهو بألوانها الجميلة الحلوة دي عمل لنا أشكال حلوة قوي للكيكة فاهمتو بصراحة مضلعينة جامد جداً ونزين الكيكة بالحاجات دي حلوة الكيكة دي؟ عاملة زي الأنوار اللي بنورها في لامضان آه شفتو بقى عاملة زي الأنوار عجبتك كيكة ياسين؟ طبعاً أنا هسألكوا السؤالين بقى والأشتر عشان ناخد الجائزة في الآخر قولي لي مين يقول لي أنواع الكيكة قولي كذا نوع لأنواع الكيكة مين أشتر؟ هفضع بياسيني ياسيني قولي نوع من أنواع الكيكة بتحبي نوعي عندنا كيكة إيه وكيكة إيه وكيكة إيه كيكة بالشوكولاتة برافو كيكة بالشوكولاتة عندنا كيكة بالإيتيني تعرفي يا جوائرية؟ آه بالفانيليا كيكة بالفانيليا كذيما هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الشوكولاتة طعمها غير البرتقان خالص واللونها أسود والبرتقان طعمها غيرها خالص يا السلامة على الثقافة والجمال كيكة الشوكولاتة اللونها أسودة بتحط عليها شوكولاتة وجيكة البرتقان بتحط فيها برتقان في حاجة نسيت أقولها كيكة الشوكولاتة إحنا نسينا نجيب فيها كاكاو نسينا نجيب الشوكولاتة مش هنعرف كده نعمل كيكة الشوكولاتة يا برافو عليكم واحنا الوقت عملنا الكيكة وعرفنا المكونات بتاعتها جيه وقت الجايزة اللي هياخدوها باهمتوا يلا ناخد الجايزة علشان كانوا شطرين جدا انت مالك يا سيني اه يا حبيبي ماشي خلاص يلا بقى احنا نخلش الحلقة بتاعتنا ونقول تانكي والاهمتوا على الحاجات الجميلة علشان ناكل الشوكولاتة بتاعتنا والكيكة الشوكولاتة بتاعتنا يلا خلصت الحلقة النهاردة ويا رب بتكونوا عرفتوا الكيكة بتتكوني ازاي ويا ريت اللي يعرف يعمل كيكة في البيت يعملها ويصورها لي وينزلها على صفحة الفيسبوك علشان يكسب معانا الجايزة اللي ده كيكته احلى ومتزينة بأحلى زينة هو اللي هيكسب معانا انا ماما بتخليني اعمل الكيكة وعملتها اليوتيوب يلا نزليها علشان تكسبي تاني خسد فقرتنا النهاردة ويلا ننوح للفقرة اللي بعد التده اصحابي حلوين اهلا بكم في فقرة الحواليد والألغاز والمعلومات والكرومبو بتاعنا والالغاز اللي موجودة في الفقرة بتاعتنا النهاردة الفقرة مش هقول فيها لا لغز ولا ايه ولا اخطاء ولا اي حاجة النهاردة انا هقول حدوطة عليها جدا حدوطة فاني بس الشاطر بقى يعرف ايه يقول الحدوطة الفاني دي بعد ما انا اخلصها اوكي متحبوا الحواديد؟ اوكي يلا بينا نقول الحدوطة بتاعتنا اللي يا ربي انا كمان اعرف اقولها قالك ايه كان يا مكان في سالف العصر والقوان كان فيه ولد اسمه اشرف اشرف ده كل يوم مامته تعمله مكارونا الصبح مكارونا الظهر مكارونا بالليل مكارونا تاني يوم تعمله مكارونا تالت يوم تعمله مكارونا كل يوم مكارونا كل يوم مكارونا كل يوم مكارونا كل يوم مكارونا وقال يا ماما أنا مش هاكل مكارونا أنا زهقت من المكارونا ماما قالت له كل المكارونا أشرف قال لها مش هاكل المكارونا كل المكارونا يا أشرف مش هاكل المكارونا قالت له طيب هاتشوف رحت للعصاية قالت لها يا عصاية تعال اضرب يا أشرف عشان أشرف مش عايز يا كل طبق المكارونا العصاية ما وفقتش رحت للنار قالت لها يا نار تعالي حرق العصاية علشان العصاية مش عايزها تضرب أشرف عشان أشرف مش عايز يا كل طبق المقارونة النار ما وفقتشي رحت للمية قالت لها يا مية تعالي تطف النار علشان النار مش عايزة تحرق العصاية علشان العصاية مش عايزة تطرب أشرف عشان أشرف مش عايز يا كل طبق المقارونة المية ما وفقتشي رحت للبقرة اتلها يا بقرة تعالي شب المية عشان المية مش عايزة تطف النار عشان النار مش عايزة تحرق العصاية عشان العصاية مش عايزة تطرب أشرف عشان اشرف مش عايز يأكل طبق المكارونة راحت البقرة ما وفقتشي راحت للحبل قالت لها يا حبل قالت له يا حبل تعال اربط البقرة عشان البقرة مش عايزة تشرب المية عشان المية مش عايزة تطف النار عشان النار مش عايزة تحرى العصاية عشان العصاية مش عايزة تترب اشرف عشان اشرف مش عايزة يأكل طبق المكارونة الحبل ما وفقشي راحت للفارق يا فارق على قرد الحبل عشان الحبل مش عايزة يربط البقرة عشان البقرة مش عايزة تشرب المية عشان المية مش عايزة تطف النار عشان النار مش عايزة تحرق العصية عشان العصية مش عايزة تضرب أشرف إحنا وصلنا لفين عشان أشرف مش عايز يأكل طبق المكارونة الفار ما وفقشي راحة القطة أتلاها قطة عالي كل الفار عشان الفار مش عايز يقود الحبل عشان الحبل مش عايز يربط البقرة عشان البقرة مش عايز تشرب المية عشان المية مش عايز تطف النار عشان النار مش عايز تحرى العصاية عشان العصاية مش عايز تضرب أشرف عشان أشرف مش عايز يأكل طبق المكارونة راحة القطة ما وفقشي راح تتكلب اخي يا كلب تعال خوف القط عشان القطة مش عايزة تكل الفار عشان الفار مش عايزة يقرد الحبل عشان الحبل مش عايزة يربط البقر عشان البقرة مش عايزة تشغل مية عشان المية مش عايزة تطف النار عشان النار مش عايزة تحرق العصايا برافو عليكي عشان العصايا مش عايزة تدرب اشرف عشان اشرف مش عايزة يكل طبق المكارونة الكلب موافقشي راح تبقى لدي بقى اخي ويادي بتعال خوف الكلب عشان الكلب مش عايز يخوف القطة عشان القطة مش عايزة تاكل الفار عشان الفار مش عايز يقرض الحبل عشان الحبل مش عايز يربط البقرة عشان البقرة مش عايزة تشطف المية عشان المية مش عايزة تعمل ايه المية مش عايزة تطف النهار عشان النهار مش عايزة تحرى العصايا عشان عصايا مش عايزة تضرب أشرف علشان أشرف مش عايزة يأكل طبق المكارونة يجيب المكار عمل ايه؟ عشان هو مكار وافق قال لها النموات جلي تجيب علشان يخوف الكلب الكلبة خاف جدي علشان يخوف القطة اللي أوتها خافت جديد علشان تأكل الفار الفار الخاف جديد جديد علشان يقرض الحبل الحبل خاف جديد علشان يربط Rockefeller علشان تشرب المية quavet i yum خافت جديد علشان تتوف النار العصاية تدرب porqueذا ف أشرف o يا معا عادي كانت كلة أشرف كالتaba الماکارون السؤال السؤال اينا بقى حد يعرف يقول لي التتابع او الخطوات كان مين اول واحد مين اول واحد راحات له ماما مين اول واحد راحات له ماما ها مين انت عشف مين عشف انتوا بقولولي اه مين اول انتوا طبعا هتسمعها كتير وهتبقى سهل عليكم التتابع بتاع الخطوات مين اول واحد اه راحات له ماما واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واشف كان الطبق المقارنة في النهاية عشان كان لازم يسمع كلامهما في الآخر يارب تكوني المعلومة الحدوتة عجبتكم وتوتا توتا خلزة الحدوتة حلوة علمالتوتا؟ حلوة تعرفت قولها زي كده؟ لا طب اتفرجوا عليها بقى واحفظوها وقلوا هالي وبالتو صحابنا اللي يعرف يقولها بالسرعة من غير ما يغلط يصور لي نفسه ويبعثها على الفيسبوك علشان نشوفها واللي هيقولها صح هياخد معايا جايزة توتا توتا خلزة الحدوت اهلا وصح لنا بكم اصحابي الحلوين المؤدبين الجمال الحلوين اهلا بكم في فقرة جديدة من فقرة المعلومات المرة دي بقى انا جايب لكم معلومة عن حيوان انا رحت جننت لحيواناته وشفته الحيوان ده اسمه فرس النهر او السيدة اشتة زي ما احنا هنا في مصر منقوله اتيكوا نشوف المعلومات سيدة اشتة بيقلنا ايه؟ انا فرس النهر اكبر الحيوانات العشبية على كوكب الارض بحب اللمه والقطيع اللي بعيش فيه بيوصل عددهم لأربعين حيوان انا حيوان شبه مائي بقضي معظم حياتي في المية انا فرس النهر انا من الحيوانات السديية يعني بولد مش ببيض بولد فرس نهر واحد بعد تمن شهور حمل اما بقى بالنسبة الاكلي فانا باكل ما يقارب خمسة وثلاثين كيلو جرام من الأعشاب انا مش حيوان عدائي وما بهجمش الا اللي بيهجموني بس جلدي من اقوى انواع الجلود في الطبيعة اما بقى فكي اللي انا مشهور بيه فهو اقوى الفكوك في مملكة الحيوانات انا فرس النهر اشكراني شكراني فرس النهر على المعلومات الجميلة خالص اللي انت قلتلنا عليها جي انا بحبك عوي وشفتك وتصورتي معاك اصحاب الاحلوين الكويسين المؤدبين اغلصت فقرة المعلومات بتاعتنا ويلا بقى شوفكم الاسبوع الجاي في فقرة جديدة من فقرة المعلومات باي يا ولاد يا بنات يا بنات يا ولاد انا مرمر شكر عندي معاك خلص خلصت الحلقة بسرعة 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 ويا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقة زي ما انا كمان استمتعت انا اتبسطت قوي قوي بألعبنا ومسابقتنا وكل اللي حصل في الحلقة يا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا هتوحشوني قوي 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 من هنا لحد الاسبوع الجاي اصحاب الحلوين المقدمين الجمال انا كمان اتبسطت قوي بالألعب والفقراتي بتاعتنا يا فقراتي جميلة خالص خالص اصحابي هتوحشوني قوي من هنا لحد الاسبوع الجاي يلا بقى اعسابكم واقولكم باي باي هأوا الحوادي تطورا من اللعبايا فيها خبايا وفيها مزايا